اصدقائي الاعزاء مساء الخير تحياتي ليكم جميعا ان شاء الله يارب تكونوا في احسن حال مهرجان اضيافة في الامارات استضاف محمد رمضان علشان يكرموه يكرموه لقيها ايه ايه انا مش عارفة لكن وهو طالع على المصرح علشان يتسلم الجائزة بتاعته هو براح واقع على الارض اتزحلق على ظهر وزحلق اجامدة جدا وقام ووقف وتعافى وكمل وراح استلم الجائزة بتاعته صعب قوي ان الواحد يشمت في واقعة حد لان دي ممكن تحصل لأي حد خصوصا لو الواحدة مثلا متشايكها كده ورايحة تقبل حد او رايحة زيارة وهي طالع كده لابسة شيك قوي تروم هب واقع قدام الناس اوقع في الشارع فبتبقى حاجة محرجة خصوصا لو كانوا الفنانين وهم طلعين يتكرموا وفي صحف وفي مجلات بتصور فبتبقى حاجة محرجة هو تداركها بسرعة وقام ووقف كده وماشى لان هو اصلا رياضي الواحد ما ينفعش يشمت فيه لكن طبعا مواقع التواصل الاجتماعية كلها بتتكلم على الوقع دي لان الحقيقة هو سقوط محمد رمضان اظن ان هو علامة علامة او يعني رسالة لان هو سقط في قلوبنا جميعا وسقط في نظرنا على مراحل متتالية في خلال مشواره الفني القصير وكانت النهاية السقطة الكبيرة ان هو راح الحفلة الخاصة اللي كانت فيها الكثير من النجوم الاسرائيليين او السهاينة اللي كانوا موجودين في دبي علشان طبعا التطبيع دلوقتي راحين جايين عايزي جدا فهو كان موجود هناك واتصور كذا صورة مع فنان كان قبل كده في الجيش الصهيوني محمد رمضان سقط في قلوب الجماهير وزقط في نظرنا وانا واحدة من الناس ما كانتش ابدا بتعجبني طريقته ولا ممارساته ولا طريقة اللي بيصور بيها والكلام ده كله حقيقي لكن كنت بسمعه لاني كنت بشوف ان في موهبة لما كان بيطلع انتك فني كويس كنت بصراحة يعني بسمعه ما فيش مشكلة اه ما عملتلوش اي مقطع من قبل لكن في ناس دايي كتير لكن بعد اللي هو عمله خلاص انا بقيت حتى لو بالصدفة شفت اي اه بقلف في قناة وشفت اه مسلسل لي بغيره على طول اه لو شفت اه وده حصل النهاردة ان كان في اه اغنية شغالة اه غيرتها فورا غيرتها فورا حتى لو ده ما اصرش في نسبة المشاهدة اه حتى لو ما وصلوش لكن انا بالنسبة لي اخدت موقف ومش حيدوريني في حاجة لكن هو حيرايح ضميري الى حد كبير وانا بطلب الجميع المعترضين ان هما يتخذوا نفس الموقف انا عارفة في ناس شاطرين اشترميني بكتير ومقطعينه من زمين اه باكيد مش بتكلم معكم النهاردة علشان اقول لكم على السقطة اه بتاعته في المهرجان ولو ان انا احب ان احنا نشوفها مع بعض رأيكم نشوف الفيديو وهو اه بيقع وهو رايح يتسلم الجايزة بتاعته بس علشان تكونوا في الصورة وتبقوا عارفين اللي بيحصل حواليكم ايه تشوف مع بعض كده ايه تشوف مدهات ايه تشوف الى مد Roosevelt بجد ألف سلامة و ألف لبأس ألف لبأس دلوقتي عايزة أتكلم معاكم في حاجة تانية محمد رمضان أعلن على صفحته من يومين أنه هتكون فيه حفلة غنائية هيعملها في فلسطين هو كاتب كده الحفلة التالية في فلسطين بيشتغل مين يعني بيستمر في العك و بيستمر فيه أنه هو يضحك على الناس وفاكر أن الناس عبيتها مش فهمة أي فلسطين اللي أنت رايح تعمل فيها حفلة اتكتبت اسمه على شواطئ غزة محمد رمضان احنا عارفين كويس قوي إنه هو مش هيعمل حفلة بتاعته أبداً في غزة ولا يجرؤ ولا يستطيع أبداً أنه يعملها في غزة ده رقم واحد رقم اثنين محمد رمضان داخل هتروح عن طريق معبر رفح يعني ولا هتروح بالطيارة بتاعتك وحتنزل فيه مطار الصهاينة هتروح فين هتعدي عن طريق الأراضي المصرية أشك في الكلام ده طبعاً إذا كانت في حفلة هتتعامل فهي هتتعامل للجمهور اليهودي وبالتنسيق معهم والأمنة هيكون منهم لكن أشك إن الفلسطينيين يتقبلوا وجودك بعد موقفك الأخير أشك في ذلك بل يعني أنا متأكدة إن هم مش هيحضروا الحفلة اللي إنت حتكون فيها أو إذا كانت قلة حتكون أصلاً من اللي هم اليهود اللي بيكلموا باللغة العربية عادي يعني وما أكثر وأكيد للجمهور هناك لكن مجرد ذهابك إلى هناك ده تأكيد على التطبيع اللي إحنا جميعاً بنفضه الأسف الشديد محمد رمضان ما فيش قدامك غير طريقين طريق إنك تستمر فيما بدأته وتستمر فيه السقوط من نظرنا جميعاً وتزيد معدل الكراهية ليك وطبعاً حتسقط كفنين ماشيت ضد إرادة ورغبات الشعوب العربية وخصوصاً مصر يا إما الطريق التاني إنك أنت تمشي زي الناس وزي الشعوب العربية وشعورها الحقيقي تجاه الكائن المحتل مفيش قدامك حالة تانية أنا بأعلن مع عن موقفي مرة أخرى إني ضد التطبيع وإني بتضامن مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني وإذا كان حد يقول إني رجعية أو متخلفة أو عنصرية أنا ما عنديش أي مشاكل في تقبل هذه الاتهامات وبالنسبة لردود الأفعال الخارجية الإسرائيلية اللي كانت اتكلمت على هجوم مصر على حفلته الأخيرة اللي حضر فيها في الإمارات والظهور بمشهد اللي هو المسكين الغلبان اللي بطلوا بقى التخلف اللي إنتم فيه إحنا هاي ناس متخلفين لكن ويغيرونا الحق بالباطل المفروض إنتم اللي تتغيروا وإنتم اللي تبطلوا الممارسات اللي بتعملوها تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الأطفال إحنا لن ننسى أبدا إن أنتم قتلت الأطفال دوروا في السجون عندكم وشوفوا كم طفل محبوس موجود عندكم كم فتاة موجودة خلف المعتقلات بقالها كم سنة شوفوا الممارسات اللي بتعملوها على الحدود ما بين كل يعني كل مدينة وأخرى من التفتيش للفلسطينيين وتضييق عليهم سبل العيش والعمل والحياة شوفوا قد إيه الحصار المعمول على غزة والحياة الصعبة اللي بيعيشها كمان خصوصا الناس اللي هما كانوا بيشتغلوا صيادين معاناة كبيرة أوي موجودة داخل القطاع وفي كثير من المدن الفلسطينية شوفوا إزاي بتعملوا مستوطنات إزاي الناس بتخرب من بيوتها وتتهد ومزارعها بيتم اقتلاع الأشجار علشان تسرعوا فيه أعلان بناء مستوطنات في هذه الأماكن هذه الممارسات الممارسات لن ننساها أبدا ولن يمحيها التاريخ مهما غيرتوا وحتظل دائما في أزهالنا وعندما تتوقفون عن هذه الممارسات ويتم الإفراج عن الأطفال وعن المعتقلين وتعود القدس عاصمة فلسطين ساعتها هيكون في كلام لكن بلاش تغيروا الحق بالبطل وبلاش تتلونوا وإذا كان دا طبعكم وتعيشوا دور المسكين اللي بيسعى دايما للسلام المضطهد لكن الأسف الشديد الممارسات بتاعتكم متجددة يوم بعد يوم وما زالت الأسف الشديد قلوبنا حزينة ونفسنا كلنا نروح القدس ونفسنا نزور المسجد الأقصى ونفسنا أحوال الفلسطينيين تتغير ويرجعوا لأراضيهم لأنهم دلوقتي اللي بقوا مشاتتين في العالم في كل الدول العالم تلاقي الكثير من الجالية الفلسطينية اللي ضقت بيهم الحياة وبيخرجوا طبعا رفعين راس الفلسطينيين ما شاء الله جالية مشرفة في كل مكان هما موجودين في أخلاق واحترام وعلم وثقافة ودين وحاجة ممتازة جدا ومشرفة في أي مكان بيتواجدوا فيه نفسهم يرجعوا أراضيهم ونفسهم يعيشوا زي بقية العالم تحياتي لكم جميعا وحبيت بس أن أقلكم الخبر أن هو حيعمل حفلة بيقول داخل فلسطين لكن هي دي بداية التطبيع فبلاش تضحك علينا وبلاش تصدر للناس حاجة مش حقيقية على الإطلاق تحياتي لكم وأشوفكم دايما في أحسن حال وكلام بيننا كتير مع السلام